الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أعمل في مؤسسة إدارية ومدير المؤسسة يأمرني بالتجسس على العمال حبي خدمك بياء هذه يقولها هكذا بياء زعم التجسس على العمال أنت بياء هذه أنت رح تخدم على أولادك في مؤسسة إدارية محترمة عندك خدمة في الإدارة أما للمدير زادت لك هذه الخدمة لو كان ما شافكش انتاشيات ولو كان ما شافكش تقبل هذه الخدمة ما يعيط لكش على خيرك أنت على خيرك أنت شافت كيفا عن بالك نزل عليه الوحي لا لا شافك في عينيك في طريقك عرفك باللي تعرف تخدم شيئات أعمل في مؤسسة إدارية ومدير المؤسسة يأمرني بالتجسس على العمال وموافاته بكل شيء خاصة ميولاتهم السياسية شافت كيفا وبناء على تقاريري يرقي بعضهم ويفصل بعضهم وفي قلبي شيء من هذا العمل سيدي فما حكم عملي وما حكم الأجر التي أتى قاضاها أنا أغلب ظني بلماشينتة لبعث السؤال هذه تكون مرتاك هذه التاة تكون حكيت لها وش أكت تخدم في الخدمة ما لمسكينا بعثت السؤال باش أنت تسمع إن شاء الله ها راك تسمع قال لك يبعث تقارير للمدير تجسسية على العمال يتربموا يولاتهم ومبعد المدير على الساب وش يبعث له كي ليرقيهم وكي ليفصلهم من عمالهم وقطعوا الأعناق أرحم من قطع الأرزاق أما لا اسمع إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يختب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكرهتموه أو ميتا فكرهتموه أربي قال لك ولا تجسسوا لا يجوز لك المجالس بالأمانات أنت قاعد مع العمال ومم يحكوا بنيتهم ساكن أم يحكوا بالك إلي يقول ما أعجبنيش الخدمة بالك إلي يهضر في المدير المهم خليها على أنت يا راك قاعد ومبعد تروح تكتب تقرير بالعمال فلان قال فلان قال فلان قال والكارتة أنك تعلم أن هذا المدير رايح يرقي البعض ويطرد البعض وهذا كالبعض المطرد مطرد من عمله ضاعت زوجته وضاع أولاده بسببك أنت وهذا كنترقى ماله حرام على ماله حرام حاولوا تفهموا لأنه ما ترقاش بسبب عمله يعني خدم وانجح في العمل ولا قراء وانجح في العلم وطلعوه بسبب العلم أو طلعوه بسبب الكفاءة لا وإن ما طلع بسبب الشيطة فماله حرام لأن المنصب لطلعوه إليه لا يستحقه وماشين تاعوا هذا كالمنصب بتاع إنسان له كفاءة وله نزاهة وله إخلاص وله علم شكون جابك لهذا المنصب فأنت جالس على كرث حرام ومالك حرام أما لا لي حاوزهم حرام عليك ولي رقاهم حرام عليك وش بقالك وهذه الفكرة تعالى إن المدير أمرني وما عندي مندير اسمع إلى القرآن وش يقول لك ماشينا لنفتيلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ربنا إن أعطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيل يوم ينفعكش يوم القيامة تقول لنا المدير أمرني والمسؤول أمرني ما ينفعكش لا ينفعك والله لا ينفعك بالعكس كحزي تحصل لا ينفعك يعني عيط لك المدير وأمرك أن تتجسس على العمال قلوا لن أفعل هذا قال لك سأطردك من عملك قلوا طردني من عملي خليني نروح حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل واحد العام جاتني واحد المرأة مسكينة بلكة تسمع فيها وعندها أولادها ومطلقة وضايعها مسكينة تمسح في الشركة تمسح جابوا سميد جابوا سميد في الأروق راحت تجري مسكينة تشريش كارا سميد هي قلعت بتشريش كارا سميد وهو قلع الخدام قلع يجري للمدير هي سيد المدير فلانا راحت تشريش سميد وخلت خدمتها البيع زعم هذا المدير من نزاها تاعو والإخلاص زعم داروا لها مجلس تأديبي مجلس تأديبي واشنو هي التهمة انتحة المساس بالاقتصاد الوطني ردوها لها تهمة زعمة مست بالاقتصاد الوطني حسبونا الله ونعم الوكيل جات شافتني مسكينة باش نتوسط لها باش يردوها للخدمة انتحة نحاولها ستة أشهر ستة أشهر نحاولها مدرهم ولادها الفقراء والمرأة الفقيرة بسبب هذا الويشاية راح تشيرت شكرا سميد هذه التهمة انتحة وكملت المسيح انتحة في الشركة حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل الشيطة رحالة هذه اليامات سائل يقول سلم الإمام سلم الإمام وقمت أقضي ما فاتني وإذا بالإمام يسجد بعد السلام فسجدت معه وأتممت صلاتي فهل صلاتي صحيحة لا صلاتك ليست صحيحة صلاتك باطلة انت يا أدركت الإمام فاتك بركعة أنا نمثل الإمام فاتك بركعة صليت معه ثلاثة ركعات وم بعد الإمام سلم وانت نط ترقع نط جي بركعة علي فاتك إلى حد الآن صحيح ما فعلت هاني نط جي بركعة علي فاتني أنا كي نط الإمام سجد بعد السلام الإمام سجد بعد السلام مال انت يهبط سجد معه هو سجد بعد السلام وانت سجدت قبل السلام شفت لأنك انت مسبوق لازم تسجد بعد السلام والإمام سجد بعد السلام باش يرقع حاجة وقعت له في صلاته وانت لا تعلم مجزة في صلاته ما راناش عارفين بالك فركعة زوج ركعة السيرية اللخرى بالك قرها بالفاتحة والصورة ما راناش عارفين انت يا ادركت الإمام فركعة الثانية فتك ركعة بالك فركعة لأولا زاد حاجة زاد التحية وانت لا تعلم المهم الإمام سجد بعد السلام انت يا لما سجد مع الإمام وقع السجود في صلاتك قبل السلام فصلتك بطلة اذا عليك ان تعيدها والله فقهنا في ديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته